جولة في صحف عالمية وإسرائيلية حول تطورات العدوان على قطاع غزة مع دخول الحرب يومها التاسع وستين ونرحب الآن بضيفنا في الستوديو الأستاذ أكرم عطلة ليصحبنا في هذه القراءة في هذه الصحف مرحبا بكم نستهل جولتنا من صحيفة تايمزوف إسرائيل والتي نشرت مقالا تحت عنوان استطلاع يظهر ارتفاع تأييد الفلسطينيين لحماس منذ السابع من أكتوبر حيث تقول الصحيفة أن استطلاعا للرأي بين الفلسطينيين أظهر ارتفاعا كبيرا في شعبية حركة حماس في الضفة الغربية مع دعم يبدو أنه ارتفع أيضا حتى في قطاع غزة رغم الضمار وأظهر الاستطلاع أن 44% من المستطلع آراؤهم في الضفة يؤيدون حماس مقارنة بـ 12% في سبتمبر الماضي بينما أيد 42% في غزة الحركة بعد ارتفاع من 38% ووجد الاستطلاع أن 72% يعتقدون أن حماس كانت محقة في شن هجومها في السابع من أكتوبر على إسرائيل حيث أيد هذا الهجوم 82% بالضفة أما صحيفتها آرست فنشرت مقالا تحت عنوان بايدن يعتبر أن مشكلة إسرائيل هي نتنياهو نفسه وتقول الصحيفة خلال فتاحيتها أن بايدن دع نتنياهو قبل أيام إلى تغيير مساره في الحرب على غزة خوفا من المخاطرة بخسارة الدعم العالمي ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أنها بحاجة إلى تغيير الحكومة في إسرائيل لأنها لا تفضل حكومة يمينية وهي الأكثر تترفا وهي التي ترفض حل الدولتين وبحسب الصحيفة فإن حكومة نتنياهو حكومة انقلابية يمينية متطرفة انقلبت على النظام السياسي في إسرائيل وتحلم بضم كل المناطق الفلسطينية إليها كما نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا بعنوان سياسة بايدن تجاه غزة هي أحدث خطأ فادح في الشؤون الخارجية الأمريكية وتقول الصحيفة إن واشنطن أعربت عن قلقها إزاء العدد الكبير من الضحايا المدنيين في قطاع غزة لكنها في الوقت ذاته تواصل تقديم الدعم العسكري والديبلوماسي لإسرائيل وتشير الصحيفة إلى أن محاولات إدارة بايدن تبرير القصف الإسرائيلي لقطاع غزة بأنه دفاع عن الديمقراطية يعد دليلا إضافيا على أن المسؤولين الأمريكيين يلجأون إلى ذكر الديمقراطية وحقوق الإنسان فقط عندما يكون الأمر مناسبا لهم من جانبها شددت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس على أن بلادها ينبغي أن تكون أكثر صرامة مع رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو وأكثر جدية في السعي لتحقيق السلام من خلال حل الدولتين وفي إظهار المزيد من الاهتمام بشأن الأضرار الإنسانية في غزة الآن نركن إلى التحليل مع ضيفنا أستاذ أكرم أستاذ أكرم هذا الخبر الأخير كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي تدعو أن تكون بلادها أكثر جدية في التعاطي مع الأزمة الإنسانية داخل غزة أن تكون بلادها ما فهمته من الخبر يعني الأخير صادقة في الرغبة في الوصول إلى حل؟ أكثر صرامة استعملت هذا المصطلح أن تكون أكثر صرامة الضغط على إسرائيل وبالتعاطي مع إسرائيل هذا موقف متأخر ومتأخر جدا عملية السلام وحل الدولتين بدأت منذ عام 93 ثلاثة عقود والولايات المتحدة الأمريكية مجرد ساعي بريد تنقل بين الجانبين ثلاثة عقود والاستيطان ينتشر ثلاثة عقود والإسرائيلي يتباهى بأنه دمر كل مقاومات التسوية والسلام وآخرها البيان الذي صدر من مكتب نتنياهو وهو يدافع عن نفسه قال أن نتنياهو عمل كل شيء ضد اتفاق أسلو وهو رفض حل الدولتين وبالتالي الولايات المتحدة لكن هل هذا سيترجم إلى سياسة فعلية في الإدارة الأمريكية القادمة أم هذا يتعلق بإنحناء مؤقتة لها علاقة باستعادة الأصوات التي فقدتها الإدارة الأمريكية بعد موقفها الذي يحظى بانتقاداته على رأس الواشنطن بوست التي قالت أن هذا أحدث وأكبر خطأ ارتكبته الإدارة الأمريكية بمعنى أن وضع الإدارة الديمقراطية مهدد داخليا ذهبت باتجاه إسرائيل أبعد مما يجب صادقت على كل شيء مولت إسرائيل بالصواريخ التي يقتل بها أطفال غزة ونساء غزة أدركت أنه هذا تسبب بخسارة داخلية هل هذا نوع من الاستدراك النظري المتعلق بالانتخابات أم أن هذا موقفا سيتم ترجمته في سياسة الإدارة الأمريكية القادمة علينا أن ننتظر لأنه هناك حذر بالتعاطي مع المواقف الأمريكية خصوصا ما يتعلق بالسياسية منها ارتباطا بتجربة ثلاثة عقود غير جدية تعاطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية مع العملية السياسية باستهتار وتراخي شديد بل ودعم أكبر للطرف الإسرائيلي طيب اسمح لي سيد أكرم مرة أخرى واشنطن بوست تقول أن كاملة هاريس نائبة الرئيس الأمريكي قالت أن بلادها ينبغي أن تكون أكثر صرامة مع رئيس الوزراء نيتنياهو وأن تكون أكثر جدية في السعي تحقيق السلام وفي إظهار المزيد من الاهتمام بشأن الأضرار الإنسانية في غزة هذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي له 75 عاما هل مرت عليك جملة كهذه نائبة الرئيس في أمريكا تنتقد السياسة جاه لا الإدارة الأمريكية بالرئيس ونائب الرئيس بدت كأنها نزعت القفازات في مواجهة نيتنياهو وهنا اللبس الذي يمكن أن يخضع للتفسير أو أن يطغى للتفسير أنه هل الأمر لها علاقة بمواجهة نيتنياهو شخصيا أم بلغة سياسية جديدة أدركتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد الزلزال الذي حدث في 7 أكتوبر وما تلاه من عمليات إسرائيلية وحشية في قطع غزة دائما هناك ربط بين الحروب الكبرى والاتفاقية الكبرى السلام عادة يقولون يجيء بعد حرب كبيرة هل تفكر الولايات المتحدة بفتح مصار سياسي وتصريحات نائبة الرئيس كاميلة هارس وتعلق بمناخات خلقتها أجواء الحرب في المنطقة أم الأمر يقتصر على فتح النار على بنيمين نيتنياهو واستماح لأوروبا أيضا بفتح النار وصلها لإزاحة نيتنياهو بعد ذلك تأتي حكومة ربما تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية يشكلها جانتس القريب من الولايات المتحدة الأمريكية وهو الأكثر حضورا بالاستطلاعات حتى الآن واضح أنه سيشكل الحكومة القادمة أنه ستحتضن جانتس وتصرف كما تصرفت الإدارات السابقة مع الحكومات الإسرائيلية السابقة وبالتالي تدخل مرة جديدة في وهم السلام من جديد طيب ما تقوله الآن سيد أكرم ربما هي ما قالته هارتس بشكل آخر يعني هي عنوانة المقال وقالت بايدن يعتبر أن مشكلة إسرائيل هي نيتنياهو نفسه وهنا السؤال التاريخي هل المشكلة في الأشخاص في إسرائيل؟ هل من الممكن أن يأتي رئيس وزراء عادل يعني في إسرائيل يعطي الفلسطينيين حقه؟ هو بالنسبة للرئيس بايدن حتى بعيد الحنوكاوه وإبو الشامع كان يقول أنه صهيوني موقفه هو سيسجل عليه الرئيس الأمريكي الذي نقل إسرائيل من حالة التحالف من حالة الحليف أو الولايات المتحدة من الحليف إلى الشريك بمعنى أن كل هذه الحرب على قطع غزة الولايات المتحدة تظهر فيها كشريك وبالأدلة القاطعة لكن الحديث عن بن يمين نتنياهو بمعنى أنه حامل دولة إسرائيل وهنا ربما يميز هو سيحرس إسرائيل من بن يمين نتنياهو هكذا ممكن أن أفهم وهذا تصريح لا يقل خطورة عن حرب نفسها بمعنى أن مشكلة إسرائيل في هذه المنطقة بن يمين نتنياهو هو الذي كان يدمر إسرائيل من الداخل قسم إسرائيل من الداخل الثورة القانونية التي أعدها وزير العدل ياريف ليفين والتي يدعم بها نتنياهو هو خطر على إسرائيل إذن خطر على إسرائيل علينا أن ننقذ إسرائيل ونحافظ على قوتها ومتانتها لا ننقذ العربية ومناعتها من بن يمين نتنياهو لأنه لن يقول أن مشكلة إسرائيل هي أنها دولة احتلال هذا من أجل إسرائيل ليس من أجل العربية صحيح حتى نفهم الأمور يعني طيب نشأت عنوان في استطلاع للرأي عن رأي أهالي الضفة الغربية فيما حدث في السابع من أكتوبر وتعلم حضرتك أنه ثم تخيطا رفيعا عادة بين العمل الصحفي وعمل جمع المعلومات تعلم حضرتك هكذا عين إسرائيل على الضفة صحيح حتى وهي تحارف في غزة عينها على الضفة شوف الاستطلاع على الرأي أنه في زيادة كبيرة بشعبية حركة حماس وبعد سابع من أكتوبر مسألة طبيعية أنترى هذه الاستطاعات لكن في مقابلها استطلاع قبل قليل كنت أقرأه في مقال دكتور جمل زحالقة كان يقول أنه 90% من الشارع الإسرائيلي مع الحرب على قطاع غزة يضاف إليهم 7% مع تجنب المدنيين بمعنى أنه 97% من الجمهور الإسرائيلي مع ما يحدث في قطاع غزة يدعمون الآلة العسكرية التي تدمر وتقتل في قطاع غزة معنى أنه في حالة الحرب تتقدم حركة حماس هذا معروف في حالة السلام تتراجع حركة حماس متوقع أنه يظهر تأييد كبير وخصوصا بالضفة الغربية في طاع غزة ربما أنت بحاجة إلى تدقيق أكثر بموضوع حركة حماس وأنه مسألة في لحظات عاطفية في خسارات في حسابات شخصية في حسابات في كذا لكن في الضفة الغربية أنت تتوقع لماذا؟ لأنه في الضفة الغربية الإسرائيلي يهين الإسرائيلي يقتحم مناطق الإسرائيلي يقتل الإسرائيلي ينصب حواجز الإسرائيلي لا يترك أي شيء متوحش إلا هو يمارسه في الضفة الغربية ردة الفعلة الطبيعية أن الناس تبحث عمن يطلق النار على الإسرائيلي عمن يطلق الصواريخ على الإسرائيلي هذه مسألة طبيعية لكن الرأي العام في إسرائيل هو أكثر توحشاً من الآلة العدوانية لأنه يدعمها وموحداً في الوقوف خلفها طيب أصبح هنا سيد أكرم أن نستكمل هذه الإطلالة على الصحف العالمية ونفتح الآن صحيفة معاريف التي تقول أنه في زروة الحرب ثلث الإسرائيليين غير محصنين إزاء الصواريخ في الشمال وتحدثت الصحيفة عن وضع المستوطنين مشيرة إلى أن وضع التحصين في مستوطنات الحدود الشمالية يثير القلق أما جيروزالين بوست فتحدثت عن أن منظمات يسارية إسرائيلية تحث بايدن الآن على وقف الكارثة الإنسانية في غزة حيث قدمت المجموعة رسالة إلى الرئيس بايدن تطلب فيها وقف العمليات العسكرية داخل القطاع مؤكدة أن إسرائيل تنتهك القانون الدولية في غزة نيويورك تايمز في مقال تحليلي قالت أنه بالنسبة لنيتنياهو النزاع مع بايدن حول غزة يمثل مخاطرة ومكافأة حيث أشار محللون إلى أن نيتنياهو قد يحاول استغلال الخلاف لتعزيز الدعم الداخلي واشنطن تقود جهود لإقامة منطقة عازلة بين إسرائيل ولبنان وهكذا عنوانت الفاينينشل تايمز مقالا لها افتتاحيا وأشارت فيه إلى أن مسؤولين غربيين يجرون حاليا محادثات مع لبنان وإسرائيل لحمل البلدين على تنفيذ القرار الأممي 1701 ومنح الجيش اللبناني دورا أكبر في محاولة لإقامة منطقة عازلة على الحدود أخيرا من مجلة فورن بوليسي هناك مقال بعنوان الكونغرس يتعين عليه فرض شروط صعبة حول المساعدات لإسرائيل وتقول المجلة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن طالب بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 14 مليار دولار وسط ارتفاع أعداد القتل الفلسطينيين والخلافات بين الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية حول القتال في غزة وحول نتائجه وذكرت المجلة أنه في خضم هذه الحرب الدائرة ومع فقدان مئات من الأرواح يوميا يتحمل الكونغرس مسؤولية اتخاذ إجراءات تزيد من تعزيز حل عادل وآمن لهذه الحرب كما ترى المجلة أن هذا يعني توجيه الأموال بطرق تصهم في تحقيق السلام بدلا من تمويل الأعمال التي تعرض الأمن البشرية والاستقرار الإقليمي والنظام العالمي للخطر أعود إليك مرة أخرى سيد أكرم هذا الخبر الأخير الفورين بوليسي مجلة لا يستهان بها يقال إنها مجلة متخذ القرار في الولايات المتحدة هل نحن أمام تغير ما هذه التحذيرات على الفورين بوليسي الكونغرس يتعين عليه فرض شروط صعبة حول المساعدات لإسرائيل هو جزء من تعقيد الأمر خرج اليوم الكونغرس الإجازي لمدة أسبوعين وبالتالي كأن هناك رسالة لإسرائيل كان رئيس الأمريكي يستعجل صرف المساعدات 14 مليار ونصف دولار هل هناك شيء يتحرك بالولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم هذا حتى ما قبل الحرب في استطلاعات كانت تتحدث عن طلبة الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية استطلاعات أخرى هو لصالح الفلسطينيين أكثر مما هي لصالح إسرائيل في جيل بالولايات المتحدة في الشبيب في الحزب الديمقراطي الجيل الشاب في الحزب الديمقراطي ألا تعتقد أن الأمر حتى على مستوى الإدارة؟ نعم نعم الإدارة الأمريكية في دخل في الكونغرس زيادة في أعضاء المؤيدين الفلسطينيين أنا أشيدة طليب ومجموعة المؤيدة للفلسطينيين في ثقة للمجموعة اليسارية بالحزب الديمقراطي التي يقودها بيرني ساندرز وهو يهودي لا أحد يمكن أن يتهمه بمعادة سامية لأنه يهودي والتالي هو دائما وقبل الحرب حتى كان يطلب فرض شروط على إسرائيل بمعنى أنه في الحزب الديمقراطي وفي تغير بالرأي العام الأمريكي والجيل الشاب بالولايات المتحدة الأمريكية كل هذا جاءت هذه الحرب ربما لتزيد من حجم النقاش لم يتبلور النقاش بعد بالولايات المتحدة من يتابع يرى أنه هناك لكن يمكن تجميع الصورة حديث الرئيس كاميلا هاريس إجازة الكونغرس التصرحات بيرني ساندرز استطلاعات الطلاب الجامعات الشبيب بالحزب الديمقراطي زيادة أعضاء بالكونغرس لصالح الفلسطينيين المجموع اليساري بالحزب الديمقراطي تشعر أنه هناك تنامي وهناك تعاضم للحضور الفلسطيني وللرواية الفلسطينية جاءت هذه الحرب لتزيد الأمر أو لتظهره بأحسن أحوال أشكرك سيد أكرم عطلة الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لك شكرا لك